حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الشروق للغات بالمعادي وقال زين عقب الإدلاء بصوته إن شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم في صندوق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ التشريعية الثانية وأضاف أن الوطنية للإعلام والعاملين بها تقوم بدورها وواجبها الوطني حيث تم تسخير كافة الإمكانات الفنية والهندسية لقيام كافة أطقم العمل بتغطية إعلامية متميزة إصرار على تكملة المسيرة السياسية والجميع أرقان الدولة وفي الحالة دي لازم على المواطن ينزل بدوره ويكون عنده الوعي السياسي للعملية الانتخابية وده اللي احنا بيدفعنا هنا اللي احنا نبتدي نتكلم في جميع المراحل وتكملة الأرقان الخاصة بالدولة والعرص الديمقراطي السياسي الدولة واخدى جميع الإجراءات الاحترازية وتم التأكيد عليها من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات واحنا بقلنا أسبوع في حالة وعي للمواطن على أساس نعرفه دوره وعملية الدخول للجان الانتخابية هتبقى عاملة ازاي احنا بنحاول نعمل عملية ضبط المعايير الأعلامية الخاصة بالعملية الانتخابية باستحاق مجلس الشيوخ والصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات واحنا بقلنا في أسبوع في حالة من الاجتماعات التنظيمية بنضع المعايير الخاصة بالمراحل الانتخابية وخروج الشكل سواء المرئي أو المسموع أو الصحفي بالشكل الخاص بالمعايير